زار وفد من لجنة الحرقات وحقوق المواطنين في مجلس العيام برئاسة العين الدكتور محمود أبو جمعة مركز إصلاح والتأهيل ماركا للاطلاع على واقع حال المركز وأهم البرامج الإصلاحية المعمول بها ضمن الاستراتيجية الأمنية الإصلاحية والهادفة لمساعدة النزلاء وإعادة تأهيلهما طلعنا على هذه الخدمات الجليلة النبيلة اللي بيقدمها مركز الإصلاح والتأهيل يعني عينة عن باقي مراكز الإصلاح والتأهيل هذه البرامج المكثفة التي يحرصون بها فعلا أن يتعاملوا مع النزيل كإنسان كابن وطن وله حقوق وله كرامة ويريدوا فعلا أن يعاد إلى مجتمعه كإنسان صالح كما يعني باقي المواطنين طلعت اللجنة على الوضع الصحي وتم عرض إيجاز شامل عن المركز ومستوى الخدمات الصحية والخدمات الأخرى التي تقدم للنزلاء وتم طرح العديد من الاستفسارات من قبل اللجنة وتم الإجابة عليها بشكل كامل